جدايساً طيب التهنئة لك ولي جميع الزملاء الموجودين معك في شاشة سين بي سي على مناسبة 21 عام لهذه القناة المتميزة وطبعاً نفخر بنا شركاء لهذه القناة التي تستطيع عملية المعلومات الاقتصادية للمجتمع العربي إجمالاً بالنسبة أو عودة سريعة للأسواق الأسواق تنتظر قرار الفيدرالي بشكل مهم جداً خلال تعاملات هذا الأسبوع الاحتمالية رفع أسعار الفايدة بدأنا نراها في السوق من نهاية التعاملات الأسبوع الماضي حقيقة معقوة في الدولار الأمريكي بشكل واضح واحتمالية رفع سعر الفايدة أصبحت نوعاً ما تؤثر بعودة الدولار الأمريكي الذي كانت تضغف في الأسبوعين الأخيرات من جراء بيانات التضخم التي جاءت بشكل أفضل منه المتوقع عن صح التعبير لأنه حقيقة هي أقل من التوقعات ولكنها تقترب من الهدف عند 2% وبالتالي كان هناك الدولار الأمريكي تحت ضغط شديد أنه لا حاجة لرفع أسعار الفايدة ولكن مع اقترابنا أكثر ونتذكر ما صرح به أعضاء الفيدرالي الأمريكي على رأسهم جيران باول بضرورة وصول المستهدفات إلى 2% وأن خطة رفع سعر الفايدة مرتين خلال تعاملات هذا العام لا تزال على أجندة الفيدرالي أعتقد السوق عادة ليسعر هذا الأمر مرة أخرى وبالتالي يترفع السعر الفايدة وارد جداً بـ 25 نقطة أساس طبعاً كذلك الأمر في المركز الأوروبي طيب يعني رأيت برأيك قد تكون هذا أو هذا الرفع قد يكون هو الأخير خلال 2023 أم نشهد رفع آخر برأيك من الناحية الفنية نعتقد أنه الرفع الأخير يجب أن تكون هذه الرفع وحتى لا يوجد حاجة لهذه الرفع لأنه عند الأسعار الفائدة الحالية تمكن الفيدرالي من دفع التضخم بمنسبة 1% كاملة خلال القراءة الشهر الماضي وبالتالي وصولنا إلى الشهر الحالي أعتقد ممكن أن نرى التضخم يتجاوب بشكل أكبر دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة ولكن من ناحية الفيدرالي للتأكيد على وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة ومن ناحية النظرية في ما يتعلق بالتزامه بإبقاء أسعار الفائدة مرينة بالاتجاه الصاعد تحديدا حتى يصل التضخم للمستهدفات وتغطية للوعود السابقة فيقوم برفع السعر الفائدة 25 نقطة أساس ولن تكون مضرة للاقتصاد بشكل كبير وبناء على هذه التوقعات رائد كيف تنظر إلى اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة هل تعتقد أن ينهي الذهب عام 2022 أو 2023 عند مستوى الألفين دولار أو فوق الألفين دولار خلال هذا العام؟ يعني أعتقد قوة الدولار الأمريكي مرهونة بشكل كبير جدا بشماع يوم الأربعة أنا أراها أنه هذه هي الرفع الأخيرة ولن يتمكن الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وبالتالي السيناريو الصاعد على أسعار الذهب الحابط على أداء الدولار الأمريكي جمالا ممكن أن يبتدأ بتفعيله من يوم الأربعاء القادم ومن ثم نرى مستويات أعلى على أسعار الذهب وبالتالي تكون كفيلة بالوصول إلى الألفين دولار للأنصة خلال وقت قريب أن ينهي تعاملات هذا العام فوق الألفين دولار أعتقد هو الاحتمالية الأكبر والأبرز لأنه سواء كان هناك رفع جديد في أسعار الفائدة أو سواء كان هذا هو الرفع الأخير التي قد تحدث أعتقد كل سيناريوهان يصبان في صالح قوة في الدولار عفوا في الذهب في الفترة القادمة لأنه نحن نستشرف في نهاية دولة تشديد السياسة النقدية ونستشرف بداية موجة صاعدة قوية على أسعار الذهب مستغلة لأداء الدولار الأمريكي الضعيف نسبيا وخلال الفترة القادمة وممكن يكون أيضا اقترابنا من نهاية التعاملات هذا العام يعزز الاقتراب نحو الملاذات الآمنة أكثر ونحو الذهب على وجه التحديد الذي يبدو بشكل واضح أن مراكز الشراء عليه هي الأكثر خلال الفترة الحالية وحتى نهاية التعاملات هذا العام نعم رأي دعا ننتقل القارة العجوز إلى أوروبا الذي يبدو أنها حارة على كافة المستويات أجواء وأصداء اقتصادية مواشر المدرين المشتريات تراجع دون المتوقع ضبابية أيضا في معادلات التضخم الأخيرة خاصة التضخم الأساسي إلى أي مدى ذلك يغتو الضوء الأخضر للبنك المركزي الأوروبي في المضي قدما في تشدد أيضا آخر جديد مع نشاط قطاع سياحة ومع نشاط مجموعة من القراءات رأينا أن مؤشر أو نرى أن المؤشر التضخم ممكن يشهد بعض الضغط في الفترة القادمة وارتفاع أسعار السلع ممكن يبقى قلق كبير بالنسبة للقارة الأوروبية على وجه التحديد ونعلم تماما أن كريستين لغارد وزملائها في المركز الأوروبي مركزين على نقطة رفع أسعار الفائدة بشكل الشرس نوعا ما خلال الفترة القادمة والأجرسيف أبروتش ممكن يستمر عنا لأسعار الفائدة بالرفع حتى منتصف العام القادم لإيصال مستويات التضخم نحو المتحدة فالتي هي بعيدة حقيقة إذا أريد أن أقارنها أنا مع مثلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد مسار رفع أسعار الفائدة في المركز الأوروبي طويل نسبيا ولكن انتظخهم أبطأ بالحركة بالاتجاه نحن نشأ بالحركة بخمناة